السلام عليكم. سوف نحاول في هذا الفيديو ايضا لتحقيق التمرين السود صفحة 117 في هذا التمرين سوف نطبقه فيه طالس جوج مرات. أعطينا لهذا الشكل متلات ونقصه مع الثاني من الوسط إذا نحن لدينا هذا متلات هذا متلات بحيث EF يوازي بس أعطينا ل E E E F G C ونحن نحدد قيمة العدد X إذا أولا أعطينا في المثالف في المثالف أبس لدينا أعطينا E E F يوازي بس E F يوازي بس و أعطينا و نقول مثلا في E F و G C يوازين E F يوازي G C و E E يوازي E E يوازي ب G نضع لدينا نقطة E تنتمي للمستقيم الجزي زيد F تنتمي للمستقيم الجزي زيد F تنتمي للمستقيم الجزي ثم تنتمي للمستقيم الجزي كيف تنتمي للمستقيم الجزي أفره يوازي الجزي أحنا قلنا أفره يوازي جزي إذا حسب مبرهنة طالس المباشرة فإن سأركزه غير على هذا الموثلات A G C ستكون لدي A E على A G A E أو لدينا A G سنضع A G على A E A G على A E تساوي A C على A F A C على A F تساوي J C على E F إذن ممكن نقول على A G A G على A E تساوي J C على E F طبعا خدمنا في هذا الموثلات يجب أن نعود إلى الطرف الآخر أو الثاني لدينا نفس الطريقة لدينا نقطة E تنتمي دائما المستقيم الجزي في الحالة الثانية لدينا نقطة E تنتمي لأب أ تنتمي للمستقيم الجزي ونحن نقول E E يوازي بج E E يوازي ب J إذن حسب مبارانة طالس المباشرة فإن سنقول A E على A B تساوي A E على A J ونحن نقول A J على A E تساوي A B على A E A J على A I تساوي تساوي A B على A E تساوي A B على A E تساوي J من هذه العلاقة واحد هذه العلاقة جوج واحد واثنان نستنتج تساوي تساوي A J على A E تساوي A J على A E تساوي J B على A E تساوي A F إذن سننتج تساوي A J J B A J A J E تساوي A J A J A أحسن أحسن A J B A J B A J B A J B سننتج A J A J E A J أحسن A J B وستنج A J A J B أحسن 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 تساوي أحسن 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 A E يأعطونها هي 6 جي سي هي 16 إي أف هي تسود صافة هي تسود إذن إكس كي يساوي ستة 16 على تسود اللي هي تسود سين على تسود صافة هي تسود هذا هو إيكس ديال ونهاية حلت